وعلى لك الطاهرين المعصومين المنتجبين النائين عن الأهد والأغطان سادتي فيها ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم ماذا كنا لو أن ذلك يحصل وريب يا آمه محر لك هي المعالم أبنى تهاية الغير وصارم الدهر لا ينفك ذا أثري يا سعد دع عنك دعوة الحب ناحية وخلني وسؤال لأرسم الدث أين الأولى كان إشراق الزمان بهم إشراق ناصية الأكام من سخره جار الزمان جار الزمان عليهم وير مكترث وأي حر عليه الدهر لم يجري وكم تلاعب بالأمجاد حادثه كما تلاعبت الصبيان بالهكر يا حب ذا فلك دار التواهر ساره على الكرام فلم تبقي ولم تذري ولم تذري ساره وين رأيكم؟ كربلا؟ ولا أبو علي زواركم زمان راحة؟ والجدود المسكين هنا ساره فلولا قضاء الله يمسكهم ساره فلولا قضاء الله يمسكهم لم يتركوا لبني سفيان من الثريق هم الوغى ولكن الوغى أجمون هم العسود ولكن الوغى أجمون ولا مخاليف غير البير والزمري سالكربلا روح هناك يا أين الكربلا شوق مقام علي الأكبر هنا إلى القاسم هنا للرطيع السلام عليك يا أبا عبد الله سالكربلا كم حوت منهم حملا وتجايا كأنها فلقان لدن جمل الزهري المنية اليوم ويضع للغزير ترفرف على روز الشطان وعلى محمل الحورة زيناء ودارت على العباس وحسين المنية وقالت وعدكم ليه وصلت بالغاقية ولي خلف الضحيل نقصير نوب نوب نقصير جدام وتصيح ولا تفاول على خير ونوب على راس الشغي بتحوم وتطير وياي وناه بترفرف رف روغ راسلها شوية شوية عند حجاية المنية ويا زينب مو بنفايد يقول عين المنية صدي عن عزوتي لرجالي مو؟ هالنوب نوب 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 منية هي تحاتي زينب تقلها يا زينب تقلها باقلك يا زينب كفيلت حال يا اما يا امه لازم اخلي بكربلة تجري ادمو امه بعد يامنية قالت عريان بخلي مسنوبة هدومة ومكسور صدر من حرافر العوجية يسرى ويمين تحار من خلف الضعينة وتقال 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 شايرها العلم بقطع يمين وبس هم باسوب غرعين تغيم ومشطر راس مد ايمبر ميد اش ويسمع زيب هالكلامة اش عندش بعض اعملية قالت هذا يا بزفة للقبر ساعة الزباب عريس هذا الشباب قالت بزفة للقبر ساعة الزباب وهذا هذا بخل حسين يصرخ لعشاف اعوذب عليك تستاهل البيت هالله رحم الشاعر شوان اتصور المعنى قال يا هذا هذا بزفة للقبر ساعة الزباب وهذا بخل حسين يصرخ لعشاف شاف ويصيح مريد العمر والحزاف هو الحزاف ويقبر ده تنف ويجيب الازجية قالت بقيتش الودي عوسمعي مني مقالي 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 عزل علي لا ذنب القرام ترى هذه بشايرة المنية لا زنب قالت بقيتش الودي عوسمعي مني مقالي لازم بخليكم سبايا بي وعلى ظالميان محمد لعنة الله والملائكة والناس أعوذ بالله السميع العليم إن الشيطان الرغيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ينزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين آمن بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل الرجال لحمد وشفاء المرضى وقضاء الحوام صلوا على محمد وعالي محمد الله صل على محمد وعالي محمد في واقع الآية المباركة كانت في سياقها في الحديث عن نبي الله نوح عليه السلام ومعلوم أن نوح هو من أعظم الأمبياء مكث أو أكثر الأمبياء يمكث في قومهم يدعوهم إلى الله فقضى عمراً طريلاً يدعوهم إلى الله الزوجل فلم يستجيه له ولكن نلاحظ أن هذه المدة التي قضاها نوح لم يدخله اليقس ولن قطع الأمل عنده ولا أصابه السأم والملل من تصرفات أولئك الجاحتين متى دعا النوح عليه السلام على القرار؟ دعا عليهم لما استنفذ الوسائل كلها المتاحة اللي قابل أن يكونون فيها وأن يغلون فيها ولكنهم في واقع أبوا ذلك لما أبوا ذلك سألني الله سبحانه وتعالى قال ربي إني دعوت قومي ليليلاً يعني كل الوسائل استخزمت كل الأوقات كل الطاقات المتاحة عندي إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً دعا عمل دؤوب ومتواصل إلا أنهم أبوا ذلك فلم يزدهم دعائي إلا في رفا شو سويسوا منهم؟ لأنهم قوم نوح نوح كان ياتي ريمهم كانوا كاريين لكلامنا لدعوة فبعد فترة من الزمان نوح يعني راداً يستخمل أو أفواً رايحي يعني يستحذف طوائق أخرى ووسائل أخرى ليقنع هؤلاء فكان يحضر في مجالسه حتى يشوفون إن هذا هو نبي الله ملعين بعضنا الحيان تتأثر قبل الأدن المنابر اللي نشوفها أحنا في الحياة سواء كانت البشعة طيبة الخفيفة الرومانسية كذلك كان زالت تحدزم في الداخل العاقب فنوح عليه السلام راح يوح إلى مجالسه مو يزعى مجرد هما ينظرون إليه شافوا إن هذا الاسلوب راح يكثر فيهم ما شفوا؟ فاستغشوا ثيابة يعني غريبة عجيبة هذا ما شفوا حقيقة شفوا نقول لحنا ما هي بصان نشوفوك يا مكان فقاموا واستغشون الثياب وما يشوفوا نوح عليه السلام مقبل استغشون الثيابة طب انت الآن لو رايح إلى بيت واحد داك على بيته هو موجود ونتا تخاول عنه شرا يحز لك الثيابة؟ تتأثى نفس الناس بعد أصر نوح عليه السلام على هذا الاسلوب قاموا يحجوا إياهم هما يستغشون ثيابهم بس أذائهم اسمعوا موشي موشي فقام يعظهم هو احتنام الله عليه ويسجرهم فوضعوا وعصابعهم في آذان قال لا بد أن نشوف ولا ليس نسمع يعني لاحظوا هذا المعنى في الآيات المباركة فاستغشوا فيها ووضعوا أي أصابعهم في آذان يعني بكل الوسائل المتاحة للنبي نوح عليه السلام كانت مرفوضة قبلها هناك دعاني الله سبحانه وتعالى خالد دعائهم يجبون الله في الراحة حاولت بقدر الإمكان يعني أنا ما دخلني اليأس حتى الآيات المباركة يعني تساق أو تسيق قضية الله عليه السلام تحكي عن نوح لا يتشير إلى عملية يأس أو صنوط نوح إنما مجرد قال إني دعوتهم ليلي ونهارا فلم يزدهم دعائي الله سبحانه وتعالى أخبر نوح قلنا الآن أخو الآن متانس أنفت كل الطاقات الموجودة لأن من يحدي يهلاء فهو المهتدي واللي ما يهديه الله تعباه خلينا منباشر عملية أخرى وإياه الوعب والعرشان التوجيه الله عز وجل الأخبر نوح قال لعنت أسمع السحين بأعيننا ووحينا عمرين بإرادة السماء وبوحي السماء هم ذولين هم ذولين كل ما يتوين إلى نوح الملشين وهذا فاقد عقلنا احنا بحر ما عدوا عدوا هي السفينة تمشي في وين والسفينة تمشي على اليابس إن السفينة لا تمشي على اليابس فكلما مره ملأ من قضغ به سخر قال إن تسخروا منا فإنا نسخروا منكم طب نوح هذه بقاتة حمل شو اليابس قال والسفينة نزول عليه بشكل بشكل عليم كبير يقول انت حين شي ما تقل ما عنده السفينة ما تمشي هالشكل على اليابسة عموما نوح عليه السلام اكتملت السفينة أمره الله عز وجل أن يحمل فيها من كل شيء زوجين يسميه قال إن احنا ريح عند المردن عموما فارت النور واستود على الدلد الآن غرقت منازل نوح بأبي وأمي أخذ الجلسة فيه وتمشي هالشكل قال انت تسخرون منا قال لي حتى والده قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم ماكو عاصم مرح أحد ينجو إلا من في السفينة مع نوح فعلا نجى نوح ومن معه في السفينة طب الآن السفينة رسلت وانتهت قضية الضفان الآن الآن ماذا يريد نوح من الله سبحانه وتعالى قال هذه وقل ربي أن يزلني منزلا مبارك الآن ما هذه شنو معنات المنزل المبارك في الآية الضفان طبعا وأيده سياق الآية المباركة ليش؟ تجيب مسألة السكنة هنا لأن ذولين طالعين غاما من كوفان قطعا بيوته وكذا راحة الآن ماذا يحتاجوني؟ ألا يحتاجون إلى مكان السكنة للراحة؟ أخو ذولين ما رايح يبقون في السفينة كل الفترة؟ فنوح سأل من الله سبحانه وتعالى قال بعد أنت حم طلعتم ويجبت الطوطة الضفان إلىه ويضع الوفع المساحة قال فقال قل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين هي مسألة يعني المكان الملائم للإنسان يتحل كثير من القبار تخذ جيدا نوح لما طلب طلب من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لأن هذه المشكلة لحظة الكثير من المشامشة لأنه عملية الاستقرار في الحياة أين تبقنه؟ أليس في منزل الإنسان؟ لما يكون في بيت مرتاح بعكس لما يكون في الشارج يومنا في الشارج يومنا في الشارج يصير عملية الاستقرار ما موجودة عند الإنسان طب إذا كان عملية الاستقرار ما موجودة عند هذا الإنسان رايح ينتج في الحياة؟ ما مريح ينتج حتى على مسألة العبادة مسألة العبادة إذا ما موجودة استقرار ورغض مهنان حتى هذا الإنسان ما يعبد هو لو لا الخرز عبد العبد لو الله ما يعطينا هاك نحن نعبد لازم نخل لنا هاي الأسواب التي يوصلنا إلى العبادة فمسألة السكنة هي عملية استقرار وهذا الاستقرار متأتب عليه مثالة الإنتاج مسألة العمل حتى المسألة العين حتى الغذ إذا لم يكن أجواء مستقرة عندها نحن نحن بشيء وبذلك لاحظة لان معهم مشاكلها هنا في دول العربية شيء خصوصا في بلد بلد دون تدرون أنه ثلث من حالات الطلاق ومشاكل السكن أسبابها اشتري ثلث من الطلاق أحيان تقريباً وصلت الإعصائية إلى ما يقاب 72 تقريباً ثلث من الطلاق سيدنا يعني ذا العقول مثلاً يقول مئة عق شير منها خمسة وسبعين عقفة وارفعة وسبعين كم بقيمها تفضلوا أخواني ورحمة الله مذكر تقائما فقام فقام تقلس عواجه فضلوا حياها يعني هذه النسبة جداً عالية جداً عالية ثلث من هذه النسبة مشاكشها السكن لأن هذه المرة ما تأخذ راحة الاخر مكان ضيق ومكان في عائلة كبيرة ومن حقها من حق كل المنزل مثل ما أنا من حقي أنا أكون عن المنزل الملائم فمن حق بعد المرة أن يكون لها منزل الملائم مستقبل الآن مثلاً عملية التراجع على مستوى الجراس وعدنا نسبة الآن إحصائية عملية التراجع فالإنتاج يتعجبني هذا الطفل لعمره عشر سنوات إلى خمسة حشرة عشرين سنة هذا يكون في المرحلة الثانوية في اقتداء الاقتلائية الأعدادية سنة وننوية هذا إلا ما يكون عنده مكان مستقصير يتجل لقد نهاية نسبة كما قلت كبيرة فهي يتحلها ما يهم إلا يقول لك أنا مكان ما عنده أحد المنفسين يقول لي ولد يقول لي شام جداً شام جداً شام جداً والفترة شفتها يعني أخي يتراجع شجع الشيء فالشيء والأسباب قال أنا أنا معرفة بالصالح يعني هي حجرة وحجرة فيها موان أنا وين أرأتك؟ من أخواني ما يخبرون أن يراجع وهم بعض وما عندي مكان مستقصير طب هذا إلا عندنا طلب فلسطان من قبل 12 سنوات هنا نحن نصفين عشر سنوات الغيري عادة بسرع عشرين ثمانت عين ثمانت عشر سنوات عشر سنوات هذا يمتد حل المشكلة نجينا إلى نشبة الأراضي المتاحة وانت عشر سنوات في حال الارتفارات في باس حالي الثانية الماركو بعد ما جاء الماركو مجال يعني كيف تحال هذه المشكلة هذه المشكلة الآن حالك لح تتردب عليها مو كثيرة الآن مثلا عندنا العقد النفسية العقد النفسية سبب بما سبابها والسكن عند الناس مخبار دائما في تفكير هذا الإنسان لما أن يمتلى بهاي العقد النفسية روح شوف المصحات الممثلين العيالات المفتوحة الآن النفسية في بسرعين أكثر من عيالات حسنا عيالات المصحة الآن النفسية لما يجو مثلا لأخر مرة كان مؤتمر في البحران عن الحالات النفسية يعني حسب التقليل ثلاثين 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 من شعب البحرين يعني عدد كبير ترغب إنسان يحالها بعضهم يعني ماعتمد على العقاقية بعضهم ماعتمد على بالنفس يعني هذه الواقع كارثة كبيرة نوح عليه السلام انتفت إلى هذه القضية إذا أنت يا ربي احنا طلعنا من بيوتنا وكذا وصلى طلقان لا نحتاج إلى مكان استقرار حتى أستطيع أن يقول يعني أنت من خلال هؤلاء عموما هذا رأيك يعني مطروح في الآية مباركة مباركة أقول رأي آخر لا يقول شنو العلاقة لنا ما بينهم مين مباركة ما بين يجعلها معافة من الأمراض وهل لها علاقة للآية المباركة؟ طبعا لها علاقة كيف العلاقة؟ العلاقة الآن الفيضانات لتسيق العالم هذه تمتج دائما الأوباء وأمراض لاحظوا نوح عليه السلام الآن هذا يقعين من طنفان يعني مياه من جذة وكذا وكثير منهم قابل أن تتولدوا حشرات ومتشر الأمراض فنوح عليه السلام سأل من الله عز وجل أن يعافيه ومن من؟ خلينا معافين يا رضي ومن القادر على شفاء المريض؟ أليس مرسل سبحانه وتعالى؟ وإذا أمرك فهو يجب صحيح الله سبحانه وتعالى هو من أوجد هذا البلاء إلينا ليأجرنا ليزيد في حسناتنا ولكن بعد وضعنا أسباب تقينا من هذه الأمراض يقول أنا يا ربي أدعوك ان تقيني من هذه الأمراض وإذا الأمراض الطبيعية وإنثلها الكوارك ستنتج أمراض فبالتالي علينا أن نكون معافين بعيدين عن هذه الأمراض وهذا قد يعطينا فكرة أخرى أنه صحيح نسأل من الله الدعاء بس من يترك الأسواب الأخرى الطبيعية في بعض الروايات لا تسألني يا الله الشهر وإذا ما تستعمل الدواء من كلامه إحنا مبين عليه السلام هيدعو هيدعو الله عث وجل لا تسألني أسباب طبيعية الله جعل هذا يكون يسير وفق أسباب أو مثلاً هذا المريض عنده أمراض نفسية مثلاً حالة اكتئاهم وكذاير ويقوله أنه واحد فهوال أو واحد ماذا لا يش تقرح عليه من القرآن لا يبعد شيء تردلل الأطباء النفسيين اللي دانسين وخسينيهم عيالة وعيدهم الخبرة شنو وظيفتهم انت تريد أن تكون معافة خد ترجع إلى أنت أعمال صغرية وما في إيش خزح بلاءة شنوه هذا مو سبب صبيع الله سبحانه ودعنا ادعى لأسباب طبيعية في الحياة أنا أعاني من مرض نفسي أو كم صحات نفسية موجودة أعاني أعاني من مرض عضوية هو خبام المتخصصين في الأعضاء نوح عليه السلام أقول يا ربي وإن جاءت هذه الأمراض وهي الكوارث من جراء ذلك اجعلني معرفة من بعيد عن هذه الأمراض بعيد عن هذه الأرباق عن الأوبار طبعا وهذا كما قلنا يتلال مع سياح الآية المضاحة الرأي الثالث والأخير وهو أنه يا ربي جعلني أينما كنت مبارك وينما أنزل جعلني مبارك يعني وينما أنزل في مجلس في مسجد في مبارك جعلني مبارك لا تجعلني إنسان يتثاقل منه الكثير من الناس أكو بعض من الناس يتدخل المجلس ويسجع إلى مكان يثاقلون منه ليش يثاقلون منه؟ من لسانه من يبه من عينه من تصرفاته من حركاته نوح عليه السلام يقول يا ربي أنا بعد ما أطلعنا من هذه الكارثة يجعلني وينما أكون أنا مبارك في هذا المكان لاحب تشوف إن جاء مثلا بعض المماكن تكون ميتة بس يجيها واحد وحينية موشكل خصوصا إذا كان عالم قرية ما فيها عالم تيسكنها عالم لا يبعثني الحياة أو من كان ميتا فأحيانا صير عمرية حياة لاحب ابرور ابرور كمانا ماكو حج مم مم وإذا ياخذ الحوى الديف لبرور الضم الملائم يتشرفوني قابلوني تراها 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 كنت تصلي على شم إذا تب حاجة تنقضي خل تربط الفسين المخباك روح الحاجة تنقضي لو ما تنقضي هذا في كلام أهل البيت مو كلام أهل البيت لا لا كلام أهل البيت خل الحسين ابن علي تلك الأماكن المغفرة وإذا هي ما أماكن عاملة بزواره اليوم الحسين جد المسير بيوم مين أكربلها صارت تلك الأرض مباركة ها ها لكن قبل أدخل البسين هنا تغبرة خلينا نمروا يا البسين على بعض الطرق اللي مر عليها والمنازل التي نزل فيها البسين يعني لاحظت أن الحسين نزل في منزل الذي كان فيه الزهير ابن الخين كان عثمان يا ذرة لحظات يا أخي يبعث لي رسول الحسين بأبي وأمي تقول له زوجتا يدعوك للحسين المفاطمة ولا تبع روحي ينشفش عني ممكن عنده تجارة يمكن عنده شيء من هالقبيل فيه شوية الزهير راح إلى حسين قاعد ويا فالدقائق معدول يجى إلى زوجتا قالها أنت لا أعلم قالت ليش يا زهير شلي حذو حتى حتى بدأ لان هذا الأمر قالت سالي تحقوا بالحسين الحسين ما موت روحي إلى أهله قالت لي قبل ساعة لا تهرق عن مكان الحسين فيها فتغفر عنها الان تقول تروح إلى الموت خذلي معك يا زوجير أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء وبعدها الحسين انتقل مر عليكم الفارحة الحسين مرة على زبانه زبانه هي المنطقة اللي جاء وصل فيها الخبر المسلم من عقيل في أبيتهم اللي عقدوا فيها الماتم على مسلمات أنا دائماً أحب أمشي على السيرة هذه إلى أن أوصل الحسين إلى كرم يجا الراكبين ذو لهم دخلوا الخيمة على الحسين ابن علي عليه السلام والحسين قاعد يحدثهم بوقاع أمير المؤمنين عليه السلام سلما على الحسين قلب عطل عنا خبر أحبث سباً وجارة وكيف كنت أبو علي التفت الحسين قال ما بيني وبين هؤلاء القوم من سر ماذا أراكما؟ قال أبا عبد الله ما خرجنا من الكوف إلا وجسد مسلم ابن عقيران ابن عوى جران في السلوم فبكى الحسين بأبي وأمي بكت بني هاش منتحبه جنابك زينب خيمته وين صايرة؟ ها إلى جنب الحسين سمعت برداء استرجاع الحسين التفت إلى بني عقير قال حسبكم من القتل مسلم ارجعوا عني خلاص روحه قالوا لا والله أبا عبد الله لا يأخذ بثار مسلم إلا نحن شكرهم الحسين التفت الحسين للأبو فاضل أبو فاضل قعدوا يا الجماعة شوية سليهم على مغلبة مسلم أنا عندي مهم ما رايح أقوم به الأهاني اشعلك أبو علي إذا طلع من الخيمة وقف على باطل الخيمة في النساء صاح زينب بلا يا أبا عبد الله شوية بعيد معكت على خدوده أكوش صاير؟ قال هاي لغنة المسلم حميدة ويني؟ قالت سيئة وضعت يداء على قلبه أصيب مسلم بسوء اختلف العسين وجلس على باب الخيمة ثم دعت حميدة وأقبلت حميدة جلست في حجر العزين أخذ يمسع على أرازيها فايحات عزين أرصيب يا والدي بسوء تقل لي عمي قبل ما تشفتك الجيني تحط لي بحجرك وتمسع على شفاك جميني هاذ عرامات اليتم يا نور عيني ذنة ودبلها وغمر أرض معين تقل لي بحجرك وتمسع على أرازيها فايحة وين؟ قال هاي لا مضرش عليها يا خاني أحزين وصلت لمنة شرفة تلطى من خدين خرت عليها معونة وتبجي اسكين أخذت حميدة من عند الحسين خلت يمها لا تصحي يا عميدة الحسين خالش موجود التبت الحسين يا زكين ضمها وعميدة قال بني أنت معدنك يوم يا زكين أنا أمسح على رأس اليثيم لكن أنت من يمسح على أرزك إلا الصراط يا زكين ثم علت على الضجيج على مسلم ثم أمر الحسين بأبي وأمي أن تشد الرحال فشبت الرحال يقولون مر الحسين على خداء مضروف البيضة هذا من ضمن المنازل اللي مر عليها الحسين وإذا بعجوز واقع جاهز على باب الخداء قال الأهل الحسين من صاحب الخداء فقالت وهب الكلبي وأين وهب قالت خرج في طلب الماء أحجب الماء قال ماكو ماي عندكم هنا قريب قالت لا ما عندنا ماء يقول سيد آجر البحراني رحمه الله فغرز الحسين أصابعه في التراب فبعث الله الماء يجري هذه المرة قالت شنو المسيح ابن مريم ذو بهاب نصراني الله يبعني قال اسديدة بطلع الماء لبعت له هي المرة وعلي لك بري بلك أنا عطشان قالت بحق المسيح من أنت قاله عليه حسين بن فاطمة قالت له انت أجريت الماء باني قدرت أسأل منها ما يريد علي بطري حتى أشوف وجهة فدع الله ردها الحسين فرد الله وعليها بصرها فرأت الحسين بأبي رم شابة العشرة وانه أصنبه عليه إلى كربلاء قلت كأني أسمع صوت نسوان وياكم أطفال قال بنا يا أم رهب أنا راحل إلى كربلاء لكن إذا جوهب خبري بالقضية قلنا اللي باعدة بالليل وأسلمت على يدي واليدي جده جد المسير إلى كربلاء إش هو يا الحسين المصرف أقبل رهب رنال دار يشوف الخير المتغيره يجريه شاف إما لا تنصر قال مالذي جرى أمر المسيح على الله قالت لا يا أولاي بل مر الحسين بن فاطمة عليه السلام فالله اتفت إلىهم وقال يلا قوضي الخبار يلا حاننا نمشي وين؟ قال ليا كربلاء الله أكبر وعيحين ليا كربلاء انصرت الحسين فما كان من الطريق الله وانه اتقل الحسين بن حر الغياحي الحسين بأبي وأمي ما نزل لحر قال الحسين بأبي وأمي سقوا القوموا ورشفوا الخيل ترشيفا حتى حولوه نبو حتى على الحيوانات سقاهم الماء ورشفوا الخيل ثم حان وقت الصلاة قال الحر أتسلي بأصحابك وأتسلي بأصحابي يا ابن رسول الله أو يا حر أتسلي بأصحابك وأتسلي أنا بأصحابي قال لا يا ابن فاطمة بل يسلي بسلاتك يا ابن رسول الله سل انتفني الحسين من الصلاة فقال اعلموا ايرى القوم انني لماتيكم حتى جاءتني كتبكم فأمر عقف ابن سمعانا يأتي بالكتب قال الحر أنا لست من من كتب إليك أبا عبد الله ولكن أنا مأمور أن لا أدخلك الكوفة وأنا أرجعك المدينة ماكو واحد مجال أبو علي منا منا أنا عندي ألان جيش بأكمل ما لتائز للقتال أبا عبد الله أولما الحسين بأبي وأمي أمر أن تشد الرحال بكبة النسوان في المحامل الحسين أرى أن يتقدم للحرق والأولا دعوك الحسين يقول لا أتبعك أهناء علت الضجة فتداكت المحامل بعضها ببعضها فتصارخنا بنات علي الفاطمة واضعتها خل قلبك يامي شوية شوية عبد الحسين يقول فتلتك أمك يا حر هذا صوت زينب زينب طلع إلى خارج المحامل تقول لا ضيعتها قال ما لنا والذكر يا أمك يا ابن رزولة أمك الطاهرة العظيمة يا عزرين ولكن خذ لك طريق لا يأخذك المدينة ولا يدخلك الكوفة أني حسين شوف النياق مزعوجة لكن شوية ها يعني حضبالك هنروح قربة لليوم إذ قال من منكم يعرف أن يحضو النياق ويعرف الطريق على غير جادة؟ قال الترماحة أنا يا ابن الرسولة قلت تقدم أنا أسألكم من ناقى اللي بعد ناققول حسين أقعد من؟ زمان 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 يذب أفضل أقبل الترماحة بفضل أنطيني الزمان خلي أقود النام قال لا والله اغطرما حتى تقطع هذه واه لكن خبرت من سوبي اك رماح وحدي فاخد احدو يا ناقاتي لا تدعري من سجل يا ناقاتي لا تدعري من سجل وشمي قبل طوله بخيرك بعمل وخيسك يا مالكا نفع المعام وفور ايض حسين المسيد ونرفض القل كل ساعة عاد غاز ونزال مع مالي حار عاد صدلال حسين انا عشدة خيش ميزيتك بالفرق قلنا يا خيش ميزيتك بالفرق رب يا تعالى العزل حولا وعند زين مخرجت رأسا من المحمول صدت الكافرها شديد عزم والبر شمر دانك وانشر البارك يا عطا كلية عام هام صيبت شيء بالرؤى ما ظلتك بالفرق ما ظلتك نرجع عن دارتنا المدينة قلنا يا زين الهاج عزمي لا تنخي ما دمنا موجود يختل ما تدل وليه الحرق لا تنقل شاماتهم وليه الحرق لا تحن جمع جمع ومحام الفعيل ارتفت اليها العباس لا خافي يا زين وانا معك يا ريه حتى تخطع يمي وشمالي يا زين شامالي ميّد الحسين يسير والحرق حسين وانا بجوعة الحسين قد توقف فاتفت الحسين وكبت تسعة وستة أفراد فلم ينزج ولم يتحركوا فسأل قال أصحابي ما اسموا هذه الأرض قالوا لينا قال ماذا بعر قالوا تسي العقر قال أعوذ بالله من العقر وإذا بالقوم ضجوا في البكى أبا عبد الله اسمها كربغة قال ها هنا مصارعنا ها هنا محط خيامنا ها هنا قتل رجالنا ها هنا نبح وأطفالنا ها هنا سلب نسائنا أين السعار خواهن وحسن زينم شافت الجناب واتختموا ياكا على الخناس طالي الوقت زينم شافت الضعينة وادفة وادفة الضعينة يا أخي التفكت العليبات واتشكوا صايره وولدي علي وادفة الضعينة الحسين ما تسير قال عمنا حين جواد الحسين تحير فيه يا ذي الله انا زينم وفرجت رأسا من معمليا وقالتني اعرف جواد الحسين هذا من جواد رسول الله يجبتنا الجواد وتخاطب النسان الحال اعرف جواد اخني يصي جديد ولا عادته يوقف برشور الولي لكن الله رادته وديش اليتامة صارخت وسط النحام والحرام والتزون من تفتك للمار وادف وليل خطي قدم صاحت لمارخ لي يصي في الدن والي لا ينرام وقل ليش دعوه وكفتك خليت شرد مفتتك اوالي 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 ان كان ربيتي وليه من مامة حدود العرب قالوا لا يا موجة علي مقدر على خوش اعتريب راضي يموت بالفلة والخيل الاعظام التراب منزوم فيها مدفنة وانتي تشوفي ذبحة متراوعة 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 زيناء انا موقف يا زيناء بعدش ما شفتين المصائب لكن يا زيناء عندني شاعة اليش ما الذي تقول يا جار قال معلوم فيها مدفنة ومعلوم فيها مصرحة وانت كان يا بنت الوصي من وقفتي متروحة ها وش حالة تجيم خدرة وانتي شوفي هذه كربلات فحيق المبارة يا الله نخذلوبنا سرعيوبنا نفسهم وناطب حوائجنا شاف مرضانا عافنا واعفو عنا خدنا والآخرة احفظ المؤسسنا والحاضرين فردا فردا في أهليهم ومن ينوذ بهم اخواني من سألونا الدعاء واخواتنا المبنات اللهم اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة وكأسرانا ودهور ماينا سألونا غالوين لها فافدين ولها مفعودين احفظ جماعة للحاضرين يا فردا فردا في أهليهم ومن ينوذ بهم لأموات المرسسين وموات الحاضرين ومن مات على إيمانا للجميع نغذي الفاتحة مع الصلاة موسيقى 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 موسيقى